اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث طلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار وأعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستعابية والحمولة الضخمة كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها بالإضافة لتدعيمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط خاصة خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمات انتظار الوقود وتخزينها لفترة طويلة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضا لجهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد حيث وجه سيادة الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبية البديلة المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بآليات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك وذلك دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الانتاج من الصيد